عقد المكتب التنفيذي بمحافظة أبيان اجتماعه الدوري برئاسة محافظة محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم وبحضور وكيل محافظة أبيان أحمد ناصر جرفوش ووقف المكتب التنفيذي أمام عدد من التقارير المدرجة في جدول أعماله منها تقرير عن عمل ونشاط مكتب الزراعة والري وتقرير عن نشاط كهرباء أبيان وتقرير عن مكتب الصناعة والتجارة وتقرير عن مكتب المياه والصرف الصحي وتقرير عن مكتب الأوقاف وفي مستهل الاجتماع هن المحافظ مدراء العموم بخواتم شهر الصوم مؤكدا على أهمية الارتقاب مجمع لأنشطة المكتب التنفيذي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ومراقبة الأسعار وتشديد الرقابة على السلع في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون بسبب تدني قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى مطلعا أعضاء المكتب على لقاءته برئيس وعضاء مجلس القيادة الرئاسي في إطار معالجة العديد من هموم المحافظة لافتا إلى أهمية الاعتماد على الموارد المحلية وزيادة برامج التنمية للنهوض بأوضاع المحافظة في مختلف القطاعات وشدد المحافظ على الانضباط الوظيفي لجميع الموظفين وفي مقدمتهم مدراء العموم موجها بالالتزام بالقوانين واللوائح وأن يقوم المدراء بمهامهم بكل اقتدار مشيرا إلى وحدة الصف والعمل كفريق واحد لتجاوز كل الصعوبات وتفعيل برامج التنمية المختلفة